اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ان النهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية هو في صميم ما يوجه اليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من المحافظة على المال العام والوصول الى اعلى درجات الشفافية جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي سيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في قصر الاغضبية اليوم السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2015-2016 وشدد سموه على الأولوية التي يشكلها التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة بالتقرير الأمر الذي ينعكس في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزير شؤون مجلس الوزراء برئاسة فريق حكوميا لدراسة الملاحظات والتوصيات في التقرير ووجه سموه في هذا الصدد إلى التحقيق الفوري بالحالات التي تحمل شبهة جنائية وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات بالحالات التي تتطلب تحقيقا داخليا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك ضمن الخطوات الهدفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور ونوه سموه بما يقوم به ديوان رقابة المالية والإدارية من جهد شامل لرصد أداء الجهات الحكومية في الجوانب المالية والإدارية مشيرا سموه في هذا الصدد بأهمية المضي قدما في تنفيذ متطلبات إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يطور منظومة الخدمات ويحقق التقدم والمنشود في مستوى الإنجاز بما يلمس أثره المواطن وقال سموه أن تعزيز منهجية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والديوان هو عنصر محوري في الدافع نحو هدف تطوير الأداء والحفاظ على المال العام بما يلبي الأهداف التي يصب إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير أليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه لإدارة كافة الموارد الأمر الذي ينسجم وأهداف التطوير الشامل في المرحلة الراهنة من العمل الحكومية من جانبه أكد سيد حسن بن خليفة الجلاهمة على أن المتابعة الدائمة التي تليه القيادة الحكيمة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجسد الحرص على تحقيق أهداف الديوان واستمرارية عمله باستقلالية ومهنية بما يسهم في الارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية